السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو اليوم سنتقوم بشكل قانوني لتلاتية الحدود كيف تجد المثال كيف تجد المثال كيف تبدأ المثال تجد المثال بشكل طريق يتعرف كيف تجد المثال هذه الحدودية مكونة من ثلاثة حدود أيضا أصبح تجد المثال أصبح تجد المثال أصبح تجد المثال فلا 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 لانها خلال 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 5 طور حلال 6 اضافة 0 و هو أهم شرط في تلاتية الحدود يجب على خلال 0 أموت كي أموت كيفية حلالة الثلاثية الحدود في شكل هذا الشكل عامل اكس ناقص الفا لكل اوكاري زائد بيتا مع الفا و بيتا اعداد حقيقية كنت سميه لها اذا كيفاش ندوزو من تخينام لفورم تخينام لفورم كانونيك اذا ناخدو لديموستخاشو لبراهن اذا اول خطوة غتي نعملو بقى نحن نفكتوريز بقى اذا اقلنا اكس كاري في الحد الثاني بي سور اكس زائد سي سور ا هذا الجس هذا هو فداية متطابقة هاما ديبو دين ادنتيتي غو معكاري متطابقة هاما اكاري اولا نديرو اكبير اكاري زائد جوج بابا ادنتي حس委 ادنتي بي سور اكبير كاري واتنتي كفا ايو ب думаю احنا لابست في هذا الجزء wes ستقدم إذن تساوي A X كاري زائد إذن لاحظة في المستبق المهمة كان لدينا جوج جوج A B إذن شنو سنقوم بإذن فنضرب جوج ونقسم عليها جوج B على جوج A عدد ضربته في المقام وفي البسط إذن X كاري زائد جوج A بإذن إذن بإذن 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 الثاني المستبق المهمة هو B على جوج إذن كيف نقوم بإذن لنكمل المستبق المهمة سنقوم بإذن 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 وكاري ونقص ونقسم ونقسم العدد C على جوج ألي اللي كان عندي بإذن 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 حصلنا على وحدد Identity ومع كابل إذن تساوي A عامل X كاري زائد أو لا X زائد B على جوج A كل وكاري نقص التعبير اللي كان بهنا إذن نحيد الأقواس أولا بكاري الكاري ديال لبسط المقام إذن على جوج A كاري إذن جوج أ بكاري على جوج A وكاري إذن بكاري على أربعة A كاري إذن زائد C على A إذن سنجمع هذا لدينا أربعة أكاري وإذن نضرب أربعة أ إذن أربعة أ إذن 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 إكس زائد جوج A وكاري إذن بكاري على أربعة أكاري زائد أربعة أ سي على أربعة أكاري إذن 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 أربعة أكاري إذن إذن ناقص بكاري لاحظوا هنا مدرنا مدرنا ناقص هنا إذن 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 هذه الإشارة ستسمد ناقص أربعة أ سي إذن هذا هو لفهم كانونيك إذن هذا أكتب على شكل أ إذن قبل أن نصل لفهم كنونيك إذن أ أ عم عمل إكس زائد أ أ ونضرب أ في هذا عدد هذا إذن أ عمل بكاري ناخص أ سي على أربعة أ كاري إذن أ مع أكاري كسب أ أربعة أ إذن هذا لفهم هو لفهم كانونيك إذن أ زائد واحد العدد لكل إثنان زائد واحد العدد إذن أ إذن إكس ناقص أ إذن إذن أ أ بيط أ التعبير هذا لاحظوا بأن البسط هو دلتا دلتا كي سألنا بكاري ناقص أربعة أ سي إذن بيطا ناقص دلتا كذلك لاحظوا إلا عودتنا بألفا ألفا ناقص ألفا زيرو إذن 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 ألفا ناقص ألفا أكاري زائد بيطا إذن ألفا ناقص ألفا زيرو إذن إذن شنو يعني هذا يعني بأن أف ديال ألفا بأن بيطا ستساوي أف ديال ألفا إذن 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 ألفا كتساوي ألفا إذن 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 ألفا بسهولة ستجد بيطا ناقص مثال تطبيق إذن إذن ناقص حدودية إكس كاري ناقص ثلاثة إكس زائد جوج إذن هذه حدودية من الدرجة الثانية سؤال تخفي الفورم كانونيك إذن إذن أ تساوي إذن نخذ هنا ستة ونحذر واحد إذن أ تساوي إذن 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 أ تساوي إذن ناقص إذن 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 ينقص ألفا إذن إذن ناقص بَ be ناقص 7 ناقص 6 على العجوج ناقص 8 ماذا حيث تفعل بالضاجات التي تقوم بعمل فضل الحدوث تقوم بعمل فضل الحدوث دماثة By فضل الحدوث و تقوم بعمل فضل الحدوث إذن P3 هي 3 أسئة 2 إذن نعود هنا ناقص 3 زائد 1 إذن تسود ناقص 18 زائد 1 إذن تسود زائد 11 10 ناقص 18 ناقص 8 إذن P3 تساوي ناقص 8 إذن ألفا تساوي ثلاثة وبتا ناقص 8 نحن نعرف بأن الحدودية سنكسبها لشكل A X ناقص ألفا وكاري زائد بيتا إذن A هي واحد إذن X ألفا هي ثلاثة إذن ثلاثة وكاري زائد بيتا أي ناقص العدد 8 إذن هذا هو لفورم كانونيك ديال P1 وكاري زائد X أجل طريقة ثانية لفورم كانونيك سنحاول نعمل هذا P جوج ونكتب على الشكل هذا إذن في البولينوم الثانية سنستعمل الطريقة العادية طريقة ديال تعمل بحال كما قدرت في البرهان على الخاصية إذن شنعتنا ديال جوج X شنو كتساوي هي جوج X كاري ناقص ثلاثة X زائد خمسة إذن سنعمل العدد جوج إذن X كاري ناقص إذن كنقسمه على جوج حيث عملنا بها زائد خمسة على جوج إذن لدينا بداية متطابقة عامة إذن جوج X كاري إذن شنو كنا غادي نديره هنا غادي نديره هنا غادي ندربه في الجوج ونقسمه على الجوج إذن جوج نضربه فاش في ثلاثة على جوج هيا ربعة إذن نضربنا في جوج وقسمنا على الجوج إذن الهدف هو اللقاء إضافة X كاري ناقص جوج A في B إذن الحد الثاني المتطبقة الهامة هو 3 على 4 إذن 3 على 4.2 ونقص 3 على 4.2 ونضيف هذا الهدد اللين دهما إذن الهدف هو القوة حد لإدنتيتي خوما كابل أكتب على شكل A كاري ناقص جوج AB زائد B كاري إذن جوج X ناقص 3 على 4.2 إذن بسطوء هذا الأعداد أدنى 3.2 تسعود إذن تسعود على 16 ناقص تسعود على 16 زائد 5 على جوج إذا نجمع هذا الأعداد أدنى 3 إذا نوحد المقامات عندنا 16 هو المقام موحد إذن نضربه في 8 في البسط أو في المقام إذن ماذا ستقول لي؟ إذن جوج X ناقص 3 على 4 وكاري ناقص سعود على 16 زائد 40 على 16 إذن جوج إذن جوج إذن جوج إذن جوج عامل X ناقص 3 على 4 وكاري إذن ناقص إذن ناقص X ناقص 3 على 4 وكاري وكاري ناقص إذن جوج إذن جوج إذن جوج على 16 إذن جوج 3 على 4 وكاري إذن جوج على 16 إذن جوج بقى 31 على 8 إذن الشكل اللي حصلنا عليه هو اللي نسميه لفورم كانونيك لفورم كانونيك اذا كتابة هذا السوء الفورم سيكون حركة الفا سوف يكون بالتساوي لفور عربية الفورم سوف ناقص وقال ناقص ناقص 3 على الاربع ناقص بكثير 3 على الاربع بيتا ناقص 3 على الاربع على ثمنية إذن كما ترى فستعملنا طريقتين كتبقى الطريقة الأولى هي أسهل طريقة اللي يمكننا استعملها لإيجاد لفورم كانونيك دان تخينو